مكان وحلقة جديدة من ويرل سبورت بنكون مع حضراتكم كل يوم اتنين من الساعة 9 ونص حتى الساعة 11 إلى ربع بنكلم في كل الأحداث العالمية أسبوع ساخن جدا في الأحداث أيضا كل أسبوع بيكون أسخن من الأسبوع اللي قبليه ويعني جولات جديدة وصرع جديد ما بين ليفر بول ومنترستا سيتي في دوريا الإنجليزي بنحب نتكلم على دوريا الإنجليزي عشان نتكلم على نجمنا المصري محمد صلاح لكن طبعا بتأجيل مباراة الكلاسيكو يعني الدوري أسباني بلا طعم هذا الأسبوع والجولة السابقة ما كانش فيها العملاقين الكبار سواء برشون أو سواء ريال مدريد وبالتالي كل تركزنا كان على الدوريا الإنجليزي وعلى الدوريا الإيطالي شفنا في الدوريا الإيطالي فوز كبير جدا لأطلانتا على أودونيزي بسبع أهداف مقابل لشيء فوز لم يتحقق من 57 سنة نكلم كان بنفس نتيجة أطلانتا بيحقق الفوز بنفس عدد الأهداف سبع أهداف أيضا سقوط جديد لفريق اسميلان ومقرر أمام روما اسميلان عنده تلك جولات المباراة أو الأسبوع القادمة يعني ما بيها الظروش صعبين جدا وأعتقد أنه هم هيكونوا فريقين بالنسبة لمشوار ميلا في بطولة الدوري سواء بالاستمرار الجهاز الفني أو بالتغيير طب يطر هل التغيير بالنسبة لميلا هيستفيد منه لو يعني بنفس الغلطات أو نفس السلبيات اللي بيمر بيها نادي اسميلان عندهم يوفنترس عندهم نابلي وأيضا عندهم كمان لاتسيو طيب معنا تلفوه مهم جدا جدا عواحد من أمتع المعلقين العرب اللي موجودين ودائما بيمتعونا فأخباره ووجوده هنا في قناة النادي الأهلي وعلى مستوى مصر بشكل عام الكابتن عصام الشوالي كابتن عصام برحب بحضرتك كابتن عمر تحياتي تحية للسادة المشاهدين ومتبعي قناة الأهلي القناة المتميزة وقناة الرائدة على مستوى الأندي العربية طبعا وجودك يا كابتن بيبسطنا جدا وأكيد طبعا بنكون سعداء بوجود حضرتك في البداية الدوري الإنجليزي على الحراك شايف يعني ليفر بول قادر على تعلم الدرس من الموسم الماضي وأنه يعرف يحافظ على فارق النقاط لحد أقصى وقت ممكن ويحقق الدوري الإنجليزي اللي كتير جدا من نجوم ليفر بول ما قدروش يحققها كابتن هو الآن لحد الآن يعني الاقتلاق الآن تقريب أقل شوية من ثورة المشوار بعد عصر الجولات يعني النتاج ممتازة جدا الفريق عن ثومير العصيد لإيقاط سمانية وعصين تسعى تسعى عادل العب مع الفرقة الصعبة تقريب عادل الآن تشيلسي في ستانفورد بريت في قوة شخصية لفريق ليفر بول لأحدث بي خسارة متقلولة مشكلة الفرقة عمر ترجع تنتصر في هكذا ما تشات يعني بعد ثوادي تقبل هدف الاستتاح الزهر تكبير وزهر تكبير على فريق حتى في أحد المباريات الأوروبية في شانكينجليج كنت قلت أنه نتوقع أنه ليفر بول سيحقق الدوري هذا العام فارق الستانيقات طبعا ما يعني شيء في الكورة الإنجليزية تعرف مزال 28 مباراة ومشفها مزال كوين ولكن تحس أنه الفريق كسب شخصية البطل بدأ يجهز بدأ مع يتخلص من قطة بطولة الدوري أو البريمير ليج اللي أهدرها في سنتين في سنتين سنته 34 تقريبا 2015 اللي في آخر سيزن بعض بعض تعطروا مع تشلطة في الأنفل ثم الموسم الماضي اللي ما عرفش يفارق على يحافظ على تاريخ الاساسة سنة هذه الفريق جهاز الفريق مستجن الفريق عنده ثقة بطولة أوروبا كباطل الشامبيون أنا نصور ليبربول أخيرا في ماي 2020 شق بعد تقريب 30 سنة على بطولة بين تفراين الملعون اللي تتمنى عنه كابتن عصام مع الحلق شايف أن الجولة اللي أرابي جدا ما بين السيتي وليفر بول هل ممكن تكون حاسمة بعض الشيء في حسم الصدارة حسم لقب الدوري الإنجليزي لو ليفر بول قدر أنه يحسم التلات نقاط لصالحه هل يقدر يبعد كمان مرة من على بعد المنافسة مع السيتي ولا السيتي يقدر أنه يفوز ويقلص عدد النقاط وبالتالي الموضوع بالنسبة لبيب جورديولا وستيزنز أسهل في المنافسة مع ليفر بول خصوصا أنه لسه 28 جولة كابتن هومر المشوار مزال طويل مباراة العاشرة من نوفمبر هي مباراة حاسمة ولكن ليست مصيرية لم تنهي السير على الدوري حتى الانتصال لبير بول والفارث كبير الـ 19 نقاط تعرف من ميزات الدوري الإنجليزي وخصوصياته كابتن أنه يعني بإمكان ليبر بول يهزم السيتي واليونايتد وطنهام ثم يخسر لك مع سلطانتن ومع ليستر ونذكر ليستر كان سبب ممكن يأثمر لها الثوري يخسر فيها التوزيل لا يخسر فهذه هي صوبة الثوري الإنجليزي أنه مباراة كؤوس كل مباراة فاينل كل مباراة يعني يجب يتخلصها أنا أتخذ أنه مباراة العاشرة لنوفمبر مهمة جدا عن مستوى المعنوي ليبر بول مطالب في الأنفيل ينتصر عكس السنة الماضية اللي ممكن لقب لما تراجع الموصم خطوة بخطوة في أي طريق يتعثر هنا ويكسب هناك ولكن أعتقد أنه من أسباب ذي على الدوري هو عدم الفوض الموش المباشرة لليبر بول فهذا فوضم يتصر أنه سيستفيد طريق عنده تقريب وقلا بين مباراة بين خسارة العنفيل يعني حتى الرقار عن المحاك ونتصور بشكون كنا يعني من أعلى طراز ومالعجل من مضابها التقارير الصحفية في إنجلترا كابتن عصام بتقول أنه ممكن نادي تاطنهم يستعين بخدمات جزي مورينيو خلفا لبيكوتينيو بعد تذبزه في المستوى لصالح فريد تاطنهم وبعد الهزائم والتعادلات الأخيرة بنسبة لتاطنهم وأن تاطنهم ما بقاش موجوطي هنرجع نكمل مع كابتن عصام الشوالي المكالمة لكن كنت أسأله على تاطنهم وأن فيه تقارير صحفية بتقول أن نادي تاطنهم يسعى للتعاقد مع بوكوتينيو أو يسعى للتعاقد مع جزي مورينيو المدير الفني السابق لنادي منشستر رينايتد لكن التقارير دي في منها زيها في جريدة بلد الألمانية أن بروسيا دورتمون بيسعى للتعاقد أو بيجس نبض المدير الفني البرتغالي علشان يكون موجود في القيادة الفنية لنادي بروسيا دورتمون في أقرب وقت لكن هل مورينيو يقبل فيه تحدي جديد وأعتقد أنه تحدي يكون صعب جدا جدا في عدم وجود إمكانيات مادية لصالح نادي التاطنهم لكن منشستر بعد 8 جوالات خارج ملعبه يعني منشستر بيحقق الفوز على نوريتش بعد 8 جوالات أو 8 مطشاط خارج ملعبه لم يحقق فيه فوز واحد فقط ما بين تعادل وما بين هزايم وبالتالي نتكلم على منشستر النادي العريق يعني أقال مورينيو علشان يتعقد مع سولتشير أو علشان يصعد سولتشير ويحقق النتائج الإيجابية اللي فشل فيها مورينيو إنه حققها لكن للأسف سولتشير لم يحقق أبدا المستوى المطلوب والنتائج المطلوبة بالنسبة لنادي منشستر أو للإدارة أو حتى للجمهور وبالتالي سولتشير هيكامل لأ ده اللي احنا مش عارفينه نفس القصة بالنسبة لأرسنال يوناي أمري يوناي أمري بعد المباراة الأخيرة المتكلم أمام شيفل دي نايتود وخصارة واحد صفر كمان بيتعثر مبارح في أرسنال على ما لعبه وبيتعادل مع كريستال بلس بعد ما كان متقدم بهدفين للأشيء إدر كريستال بلس إنه يعود للمباراة ويتعادل مع أرسنال أرسنال بيمر بظروف صعبة جدا أنا شايف إن أحسن الفرق اللي موجودة حاليا في البرمير ليج هي تشلسي تشلسي بيقدي مع للمبارد موسم جيد جدا بالرغم من حرمان تشلسي من التعاقدات وإبرام تعاقدات سواء في الترانسفير ويندو الأخير الصيفي وكمان بنتكلم في الترانسفير الويندو القادم اللي هو شتوي تشلسي محروم تماما من التعاقدات علشان كده أنا بحكم على تجربة للمبارد بنجاحها لحد الوقت بالرغم من وجود صعوبة في الإمكانيات المادية يعني الدوري إيطالي زي ما قلت لحضراتكم ميلان بيتعطف ميلان عنده مشاكل كبيرة جدا يوفنتس بيتعادل مع لتشي في مباراة صعبة الغريب إن موريسو ساري بدأ بعدم إشراك رونالدو وفضل إن هو يريحه على أمل إنها مباراة سهلة وعلى أمل إن يوفنتس على لتشي خارج ملعب طبعا يوفنتس لكن لتشي بيفاجئ الجميع وبتعادل ونقطة ثمينة جدا من نادي أليفنتس كمان إنتر ميلان مع كونتي ماشي زي الأطر بيكسب ما عندوش أي نتيجة سلبية في الموسم الحالي غير نتيجة واحدة بس اللي هي كانت أمام أليفنتس وفوز أليفنتس على إنتر ميلان في الدوري إيسي ميلان بيخسر من روما اتنين واحد وأطلانتا بيفوز سبع واحد على أودنازي ونابولي بيتعثر أمام سبال بالتعادل السلبي أنا شايف أن المنافسة في الدوري الإيطالي الموسم ده مختلفة تماما عن كل موسم بنتكلم فيه منافسة قوية جدا ومنافسة شارسة جدا ما بين الإنتر واليوفي لكن أتمنى أن نحن نشوف تغيير فيه الدوري الإيطالي مش عايزين عشاء اليونس يزعلوا مني لكن وجود الإنتر أعتقد أنه هو شيء مهم جدا ودفع قوية جدا جدا طيب بالنسبة للجزء المهم اللي الناس اتكلمته قالت هل محمد صلاح اتصاب علشان يدعي الإصابة علشان ما يجيش معسكر المنتخب الوطني ويغيب علشان المشكلة الأخيرة اللي موجودة بسبب التصويت اللي جايز أفضل لاعب في العالم وبسبب أن محمد صلاح موضوع الشارة كلام ده غير صحيح بالمرة محمد صلاح هو لاعب وطني لاعب عارف قيمة منتخب مصر وعارف قيمة وجوده مع المنتخب لكن زي ما حضرتكم سمعتم وشوفتم بعض التقارير اللي بتفيد فعلا تجدد أصابة محمد صلاح اللي طبعا اتصاب فيها في مباراة لستر وهي إصابة في الكاحل تجددت الإصابة وبالتالي محمد صلاح بنسبة 50% ممكن يغيب من أسبوعين لتلاتة لكن وجوده في التمرين ده ما يمنعش الكلام اللي بيقال أنا بقول لحضرتكم الكلام اللي بتقال مش بقول لحضرتكم اجتهاد من عندي في كلام على أنه هيغيب عن مباراة منشستا سيتي اللي يكون يوم 10 نوفمبر إن شاء الله لكن أنا ما اعتقدش أن محمد صلاح هيجيله قلب إن هو يغيب عن مباراة القمة في الدورية الإنجليزي ما بين الستي وليفر بول علشان يقدر إن هو يحقق نجاح مع فريق وبالمناسبة محمد صلاح اللقاء الوحيد الذي لم يشارك فيه مع فريق ليفر بول أمام منشستر يونيتد كان اللقاء الوحيد لليفر بول اتعادل فيه ولم يحقق أي فوز علشان كده وجود محمد صلاح مش بس مهم مع فريق ليفر بول ده مهم بالنسبة لكل الجمهور المصري علشان يشوف ليفر بول يتوق بلقب الدورية الإنجليزي الممتاز بعد تلاتين سنة من يعني زي ما كابتن عصام قال هو نحس أو هو يعني فعل غير حسن على عشاق ليفر بول بيفوزه بدوري الأبطال فازوا يعني بنكلم في الألفية الجديدة فازوا في مرتين فازوا في اسطنبول في 2006 وفازوا أيضا في واندا ميرترو بولتانو في 2018 أو 2019 عفوا عشان كده بقول لحضراتكم أن يعني الدوري الإنجليزي سواء في طبعا مشاركة الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال أو حتى في الدوري الإنجليزي بيكون سخنة جدا جدا معنا حدث كثيرة جدا ومعنا أخبار يعني إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم كالعادة نروح لفاصل ونرجع بعديها عشان نبدأ أولى فقرات برناميجنا وورد سبورتس على قناة الآلي خليكم معنا أهلا بحضراتكم من جديد والبداية دايما بتكون من الأسبوع الأخير من الدوريات العالمية بنعرض لحضراتكم ونفكركم بالنتائج الأخيرة في الدوريات والبداية من الدوري الإنجليزي علشان نقول لكم النتائج والبداية من يوم الجمعة 25 أكتوبر ومباراة كانت ما بين لستر سيتي وساوث هامتون والمباراة خلصت بنتيجة 9-0 زي ما حضراتكم شايفين ودي كانت أولى جوالاتها الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي يوم السبت كان فيه لقاءات أيضا مهمة منشستر سيتي بيفوز على أستون فيلا بثلاث أهداف مقابل لشي وبيرنلي بيخسر على ملعبه أمام تشيلسي بأربع أهداف مقابل هدفين تمام ويوم الحد كان كان لقاء القمة بالنسبة للأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي ريفر بول بيفوز 2-1 على تاتنام بعد طبعا ما تقدم تاتنام في أول دقيقة بهدف عن طريق هاري كين بيقدر ريفر بول عن طريق هندرسون ومحمد صلاح أنه يحوله تأخذ ليفر بول من هزيمة إلى مكسب طيب 9 ماتشاط محمد صلاح بيلعبها أمام فريق تاتنهام بينجح أنه يحرز سبع أهداف أكثر لعيب سجل أهداف في مرمى تاتنهام لصالح فريق ليفر بول كمان محمد صلاح من حوالي 58 مباراة بيلعبها على ملعب الأنفلد بيجيب 50 هدف علشان يكون تاني أصلاح في تاريخ ليفر بول إحرازا للهدف على ملعب الأنفلد وأخيرا مباراة نوروش سيتي بيخسر اتنين بيخسر واحد تلاتة لصالح منشستر ينايتد في مباراة بيحقق فيها منشستر الهدف الأول عن طريق مكتو ميناي عشان يحقق للفريق الشياطين الحمر الهدف رقم 2000 في تاريخ الدوري الإنجليزي والغريب في المباراة دي ام راشفور ضيع ركل الجزاء ومارسيال ضيع ضرب الجزاء لكن الاتنين أحرزوا أهداف ده أحرز هدف وده أحرز هدف نروح لترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة القادمة في الأسبوع الاثناشر وليفر بول في المقدمة 28 نقطة يليه منشستر سيتي 22 نقطة لسر سيتي في المركز الثالث ب20 نقطة أما تشيلسي في المركز الرابع ب20 نقطة بيتساوى مع لسر سيتي وأرسنال في المركز الخامس ب16 نقطة أرسنال طبعا بعد التعادل والخسارة اللي اتعرض ليهم في آخر جولتين أثروا معاي جدا جدا في النقاط وبالتالي تشيلسي وليسر يعني بيستغلوا الوضع وبيقفزوا إلى التالت ورابع في مسبق الدوري الإنجليزي الممتاز نروح للهدفين علشان نشوف أخبار الهدفين ايه ومين هو المتصدر في البطولة ويعود من جديد اللاعب الإنجليزي جيمي فوردي نجم لس سيتي بتسع أهداف جيمي فوردي لو تفتكروا واحد من اللعيبة اللي حققوا مجد مع لس سيتي في 2015 سواء هداف الدوري الإنجليزي مع لستر طبعا مع رانياري واحد من المدربين المميزين جدا وكمان حقق لقب الدوري الإنجليزي مع رياض محرز ومع كنتي تسع أهداف لجيمي فوردي بيتصدر بهم الدوري أو قائمة هداف الدوري الإنجليز سيرجي أجويل وفي المركز التاني بتمن أهداف يتساوى معه تامي أبرهام بتمن أهداف وطبعا أوبيم يانج لعب أويسنل لعب الجابوني بسبع أهداف وأخيرا رحيم سترولينج بتساوى مع أوبيم يانج اللعب السيتي رحيم سترولينج سبع أهداف نروح للدوري الأسباني اللي زي ما قلت لحضراتكم مالوش طعم فيه غياب العملاقين الريال وباشلونة لكن هنقول لحضراتكم أبرز النتائج اللي تلعبت في الجولة الأخيرة فيا ريال بيفوز أربعة واحد على دي بورتيفو ألافز وأتلاتكو مادريد بيفوز على أتلاتك بلباو اتنين صفر غرناطا بيفوز على ريال بتيس واحد صفر واشبلية بيفوز على ختاف اتنين صفر وأوساسونة في مفاجأة كبيرة بيفوز على فالينسيا تلاتة واحد هنروح لترتيب جدول الدوري الأسباني ومحدش يستغرب علشان لما ريال وباشلونة بيغيبوا ممكن فرق تانية تتصدر زي ما حضراتكم شايفين غرناطا بعد فوزها بتتصدر الدوري الأسباني بعشرين نقطة وأنا أعتقد أن ممكن ممكن تكون أول مرة في تاريخ غرناطا يتصدر ترتيب الدوري الأسباني باشلونة في المركز التاني تسعتاشر نقطة ريال سوسيدات تسعتاشر نقطة في المركز التالت أما قتلتكم مدريد في المركز الرابع تسعتاشر نقطة المركز الخامس أشبلية تسعتاشر نقطة أول خمسة مش موجود فيهم الريال. فين الريال؟ الريال في المركز السادس بـ 18 نقطة نروح للهدفين مين موجود على القمة؟ القمة موجود فيها لورانزو مورن لاعب ريال بتيز بـ 7 أهداف بيتساوى معاها لاعب فيا ريال جيرارد مورينيو بـ 7 أهداف كريم بنزيمة في المركز الثالث 6 أهداف ولويس وارس في المركز الرابع بـ 5 أهداف ودانيال باريخو لاعب في المركز الخامس بـ 5 أهداف وأخيرا طبعا إيكمبي لاعب فيا ريال 5 أهداف عندنا 3 لعيبة عندهم 5 أهداف و2 لعيبة عندهم 7 أهداف وكريم بنزيمة يعني يتبقى هو اللاعب دايما المختلف في كل شيء عنده 6 أهداف نروح للدوري الإيطالي ونفكر حضراتكم بأهم النتائج الجولة الأخيرة ليتشي بيتعادل 1-1 مع أليو وإنتر ميلا بيتعادل 2-2 مع بارما التعادل ده الوحيد لإنتر في هذا أو في الدولة الإيطالية بشكل عام وخصارة وحيدة من أليو وبالتالي متكلم على أن أنتر ميلا مع كونتي يعني أنا شايف أنه هو منافس قوي لنادي أليو في الموسم الحالي بيتعادل مع بارما 2-2 أما سبال بيتعادل مع نابولي 1-1 ورومة بيفوز على قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي في ملعبه الأولمبيكو على إيس ميلان بهدفين مقابل هدف وفيورنتينا بتخسر عفوا على أو بتخسر لصالح لاتسي و2-1 في مباراة أكيد كانت قوية نروح لترتيب الجدول الإيطالي ونعرف ما حضرتكم بعد الجولات الأخيرة إيه اللي حصل في الترتيب يوفنتوس في المقدمة بـ 23 نقطة نقطة واحدة فقط تفصل ما بينه ما بين إنتر اللي في المركز الثاني بـ 22 نقطة أطالنطا في المركز الثالث بـ 20 نقطة ونابولي في المركز الرابع بـ 17 نقطة وروما في المركز الخامس بـ 16 نقطة هدفي الدوري الإيطالي في المقدمة إيموبيلي لاعب لاتسيو كالعادة في المقدمة بـ 10 أهداف ولويس موريل لاعب أطالنطا 8 أهداف ولوكاكو لاعب إنتر 6 أهداف وبراردي لاعب ساسولو 6 أهداف ودوفان زاباتا لاعب أطالنطا بـ 6 أهداف ومنكوسو لاعب ليتشي 5 أهداف يتساوي معاه كمان إدن جيك ولاعب روما بـ 5 أهداف خلصنا مع حضراتكم وفكرناكم بالجولات السابقة من الدوريات العالمية الإنجليزي والإسباني والإيطالي لفينا معاكم في جولة سريعة علشان نعمل لكم كده يعني انتعاش فيها الذاكرة ونفكر حضراتكم بالمنافسة اللي موجودة في التلات دوريات دلوقتي جي معاد فقرتنا المحببة لحضراتكم فقرة نجم الإسبوع نجم الإسبوع فقرة بنصلت ضوء عليها على واحد من أعظم اللعيبة الموجودين في تاريخ الكرة العالمية كل حلقة بيكون معنا نجم لكن نجمنا الحلقة دي تحديدا هو نجم مختلف نجم ما حدش أبدا يختلف عليه لحد الوقت الكتير جدا بيقول إن ما جايش لعب زيه ولا هيجي لعب زيه موهبة كبيرة جدا قدر يقود منتخب الأرجنتين للفوز ببطول الكأس العالم أيضا قدر يفوز مع نادي نابلي بالعديد من البطولات المحلية والأوروبية نجمنا أكيد حضراتكم عرفتوا ديجو أرماندو ماردونا أعظم من لمس أو أعظم من لمسوا كرة القدم في التاريخ أمتعنا بمهارته وقويته وصرعته كان بتمتع بقوة كبيرة جدا بالرغم من أنه قصير القامة إلى أنه يعني الموهبة اللي عنده فيه يعني واحد على واحد التصويب المهارة في أنه هو إزاي يتوقع رد فعل الأقدام كل ده خلاه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم هو وبليه وجيب عديدهم رونالدو وميسي لكن دايما الناس تقول ماردونا غير عشان كده جدنا لحضراتكم أبرز لقطات ماردونا يعني حاولنا نجمع لحضراتكم أبرز اللقطات اللي موجودة لكن بالنسبة للماردونا احنا ممكن نعرف الحلقة كلها ماردونا ومنزعش منها تعالوا نشوف أبرز اللمسات والفنيات والأهداف اللي ماردونا كان بيعملها ونرجع نكمل معاكم في الحلقة خليكم معكم أهلا بحضراتكم من جديد أتمنى أن فقرة ماردونا تكون عجبة حضراتكم يعني واحد زي ما حضراتكم شفتم من أمتع لعيب كرة القدم اللي جنب في تاريخ العالم صنع الفارق ويعني عدل أفكار كثيرة ويعني دخل على كرة القدم قونين جديدة وشكل جديد ويعني أفكار جديدة بالنسبة لكل اللعب في كرة القدم ومانشستر سيتي والعنوان في البداية من جليدة ميرور والعنوان صلاح القياسي صلاح القياسي صحيفة ميرور قالت أن محمد صلاح حقق رقما قياسيا مع ليفر بول بعدما أصبح أسرع لاعب يسجل خمسين هدف فيه تمانية وخمسين مباراة فقط رقم محمد صلاح عادل إنجاز روجز هانت بعدما سجل مع ريدز خمسين هدف من أصل خمسة وخمسين مباراة لسا مكملين مع الديلي ستار والديلي ستار بتطمن كل الجمهور المصري وكل جمهور ليفر بول إن محمد صلاح بخير صحيفة ديلي ستار صلاتت الضوء على إصابة محمد صلاح بعد خروجه بإصابة في الكاحل وتحديدا في الديئة خمسة وثمانين من زمن أحداث المباراة الصحيفة اتكلمت على تصريحات يورجين كلاب عقب نهاية المباراة وتؤكد أن صلاح بخير وإصابته ليست بمشكلة كبيرة نروح له جريدة The Sun والعنوان صلاح يعاقب توتنهام طبعا صلاح عاقب باللسبيرز بعدما كان متقدما في النتيجة بهدف دون رد جوردون هندلسون نجح في تعديل النتيجة لصالح ليفر بول قبل أن ينجح صلاح في إبقاء منشستو سيتي في وضع حارج نظرا لإستمرار فارق النقاط الستة بين الليفر والسيتي ديلي إكسبرس وعنوان رائع جدا صلاح المحبط حالة يعني طبعا هي أتكلم على العنوان الرائع من حيث أن صلاح أحبط فريق توتنهام وقدر أنه يؤخر النتيجة من تعادل أو يحول النتيجة من تأخر من تعادل إلى مكسب بعد هدفه في مرمى توتنهام لكن أيضا الصحيفة تكلمت وقالت أن صلاح الإصابة اللي اتعرض لها ممكن تعمله إحباط بعض الشيء لكن طبعا بتتكلم أيضا صحيفة ديلي إكسبرس على أن الإصابة دي كانت نفس الإصابة اللي اتعرض لها في مباراة للسير سيتي فنروح لإيطاليا ونكمل معاكم في استعراضنا للعنوان الإخبارية في إيطاليا ولجزيتا ديلي سبورت وبتتكلم على سقوط الميلان أمام نظير روما بنتيجة 2-1 في إطار مسابقة الكالتشيو لجزيتا ديلي سبورت كتبت وقالت ميلان يرى السحرة وضع ميلان في جدول الترتيب عبارة عن كابوس وفي الهالوين سيواجهون شبح سبال وأخطاء فظيعة وبيولي محبط بعد الهزيمة أمام روما أتالنطا سؤال يعني الجنون بيستل أتالنطا عايز تنهي المسابقة في المركز الكام ده بعد تقلق أتالنطا في الفترة الأخيرة في الدوريا الإيطالي وأيضا لاتسو يضرب فيورنتينا في فلورنسا وأصابع الاتهام تلوح ضد حكم المباراة من قبل مسؤولي الفيولا كوريري ديلي سبورت الإيطالية وأيضا بتتكلم على روما وميلان وفوز روما 2-1 على ميلان والكلام على زانيالو زانيالو بيحسم قمة روما وميلان وبعد هدفه ضد بروسيا زانيالو يكرر ميزته ويسجل هدفا أمام ميلان ويسجل ويقبل القميص ويحصل على تصفيق من جمهير الأولمبيكو وبيولي مدرب ميلان محبط أتالنطا يغرق أدنيزي بسبعية هاتريك موريال وثنائية إلشتش رجال جاسبريني يقلبون المباراة ويضعون أنفسهم في المقدمة لاتشي يفوز وإيبوبيلي يصنع التاريخ وفيرنتينا يحتج أمام ريبري يواجه خطر الإيقافة العقوبة بعد دفع الحكم المساعد توتو سبورت أيضا كلامها على أتالنطا أتالنطا مذهل في السبعة واحد على أدنيزي بهاتريك موريال وثنائية من إلشتش ثم بازليتش وتراوري الذي أصبح أول لاعب يولد في 2002 ويسجل هدفا بالدوري الإيطالي ووصلت أرقام لصالح أتالنطا 28 هدف في أول 9 جوالات محدش أبدا عنده الرقم لغير أتالنطا ويبعده عن الصدارة الترتيب بفارق ثلاث بقات فقط وليوفينتوس كريستيان ورونالدو الذهبي يعود ضد جينوة كده يعني تكلمنا مع حضراتكم وعرضنا لكم بعد العنوين الخاصة من إنجلترا ومن إيطاليا أسبانيا زي ما حضراتكم عارفين أن يفيش أحداث كتيرة يعني تأجيل مباراة أريال ومشلونة كان مغطي على كل الأحداث وبالتالي لما الكبار بيغيبوا أعتقد أن ما بيكونش فيه أحداث مع كامل الإحترام والتقدير لباقي ألندية الأسبانية دلاتي جي معاد حضراتكم مع فقرة الأخبار الأخبار بنعرض لحضراتكم آخر الأخبار اللي موجودة على الساحة العالمية والبداية مع مورينيو السؤال اللي كنت بسأله للكابتن عصامة الشوالي هل تعتقد أن مورينيو ممكن يكون على أعتاب بطاطنهام أو بروسيا دورتمونت لكن الكلام هنا على طاطنهام وهنعرض لحضراتكم دلاتي أو هقول لحضراتكم صحة الخبر تقارير صحفية مورينيو على أعتاب مهمة جديدة في الدوري الإنجليزي في كلام على أرسنال وفي كلام على طاطنهام لكن هل يترى مورينيو هيعرف اختار صح؟ ولا لا؟ بعد ما أرسنال تعفل في لقائين اللقاء الأخير أمام نادي مبارح أمام كريستال فلس وفي الأسبوع اللي قبليه أمام شيفل يونيتد أعتقد أن مورينيو بات قريبا أيضا من ترشيحه لأرسنال أو حتى لطاطنهام أصوات طبعا نادت برحيل يونيت أمري من جماهير أرسنال وبالإضافة إلى بعض المطالب برحيل بعض اللعبين نهاية الموسم الإدارة اللندنية لا تود التسرع في اتخاذ القرار في إقالة المدرب باريسان جرمان السابق ولكن في الوقت نفسه زي ما حضركم عارفين هناك بداء العديدة ومتميزة متاحة من البورتغال جوزي مورينيو مدرب منشستر يونيتد الإنجليزي السابق لكن النقطة اللي جاء دي مهمة جدا على الرغم من اختلاف أسلوب مورينيو مع طريق لعب أرسنال منذ تولي الفرنسي أرسن فينجر مدرب الفريق السابق مهمة تدريبية فإن جمهور الجانرز يطالبون بالتعاقد مع مدرب ريال مدريد وتشيلسي ومنشستر يونيتد السابق من أجل استعادة الفريق لمصاره الطبيعي صحيفة إكسبريس قالت إيه بقى؟ قالت أن أرسنال ليس جيدا بمثيل كفاية لتقديم قرق قدم رائع وهجومية هذه الطريقة تأتي بثمارية مع كلوب وغورديولا لأنهما يمتلكان الأدوات الكافية أرسنال لديه خط هجوم جيد ولكنه ليس بنفس مستوى خصمي ده بالنسبة للكابتن مورينيو حالتان تدفعان ريال مدريد لضم صفقات جديدة في يناير وإسكو يدرس الرحيل ألأ في ريال مدريد ألأ في ريال مدريد وإسكو بيفكر في الرحيل بعدما زيدان يعني متجاهله تماما فترة الماضية كان فيه أنباء تتعلق باحتمالية حسم نادي ريال مدريد بعض الصفقات خلال سوق الانتقرات الشتوية المقبلة أبرز الأسماء كان بول بوكبا لاعب منشستر ينايتد وكريستين أريكسن لاعب توتنام وإدارة ريال مدريد صرفت النظر عنهم في أمريكاة الشتوي بعدما أعلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وبشكل قاطع عدم إبرام أي صفقات في موسم الانتقالات الشتوية القادمة والاعتماد على قائمة الفريق المكونة من 25 لعب بالإضافة إلى البرازيلي رودريجو جوس الذي قيد رفقة الفريق الشبابي نظر الاجتماع القائمة التي حددها رابطة أنديد الدوري الأسباني إسكو رغبة فيه المشاركة بالنسخة المقبلة لبطول الكأس أمم أوروبا تقارير صحفية رونالدو يعود للوجهة في سباق الكرة الذهبية كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة في الأيام الماضية عن قائمة مختصرة من 30 لعب مرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو البالوندور في عام 2019 كان من ضمن المرشحين كالعادة في السنوات الأخيرة الأسطورتين طبعا رونالدو وميسي لكن رونالدو نجم فريق فنتس واللي تقلق في الملعب الأوروبية على الرغم من تجاوز وحاجز إلى 34 عام لكن بعد 9 سنوات من المجدى وصناعة التاريخ ومعنقة الألقاب مع ريلا مدين انتقل رونالدو في صف 2018 إلى عملاق توريني هو ليفنتس علشان يحقق معه أرقام جديدة رونالدو يقترب من الفوز على 29 لعب في سباق الكرة الذهبية تدور طبعا أو يدور الكلام في الأوساط الرياضية الأوروبية في الآيام الأخيرة على أن جائزة الكرة الذهبية في المسلم الجاري ستكون محصورة بشكل كبير ما بين الثلاثي البرتغالي ورونالدو وميسي وفندايك عام 2019 نجح رونالدو في التتويق بلقب الدور الإيطالي الكالتشي وكأس السوبر الإيطالي وتخطى حجز السبعمائة هدف في مسيرته القروية رونالدو حصد لقب الكالتشي وكأس السوبر مع يوفنتس وينال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده وطبعاً هيتم الكشف عن هوية الفايز بجائزة وتسليمه والكرة الذهبية في حفل كبير بالعاصمة الفرنسية باريس في الثاني من شهر ديسمبر المقبل ورونالدو طبعاً سبق ليه التتويق بالكرة الذهبية خمس مرات زي ما بقوله حضراتكم وبالتالي فرصة رونالدو كبيرة بعد أن الكلام كده بيدور وناس بتتكلم في فرنس فوتبول والكلام على رونالدو ممكن بنسبة تتعدر 50% أن الجائزة يتم حسمها لرونالدو ويكون بقى كله كده طراضة ميسي أخذ ذا بست ورونالدو أخذ المالون دور وفاندايك أخذ أحسن لعب في أوروبا وبالتالي بقى يلموا الموضوع كده ويخرغوا منها على خير طيب كريستانو رونالدو لفرنس فوتبول ميسي ساعدني كثيراً رونالدو قال إن افتقاده للأرجنتيني الدولي اللي ينال ميسي يكون البشرون الأسباني واللي بتنافس مع الفترة في الدولة الأسبانية الممتازة الليجة قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي الممتازة الكالشي في الصيف العام الماضي قال ده في حوار أجراه مع فرنس فوتبول وطبعاً رونالدو قال إن كان فيه من نفس الشرسة ما بينهم وما بين ميسي ووجودهم الاثنين في الليجة كان دايماً يضع عامل كبير جداً على إن كل واحد يطور من مستوى وإن هما يكونوا أفضل وأكثر كفاءة رونالدو قال شعارت بوجود ميسي بدرجة أكبر مما كنت عليها أن أرتدي قميس منشستر ينايتد وأنا ولذا كان الضغط علي أكثر لكنها كانت منافسة صحية من وجهة نظر رونالدو بيكشف سر استمراره على القمة الهرم الكربي طوال 15 سنة في عام 2003 صدرت الملاعب لعب شاب اسمه رونالدو قدر أنه يستمر في العطار لمدة 15 سنة حتى مع تجاوزه الحاجز الـ 34 إلى أنه بيقدم أداء لعب أقل ما يقال عنه أنه لم يتجاوز حاجز الـ 30 دون طبعاً ده من ضمن الكلام اللي بيجريه رونالدو والمحادثات مع جريدة فرانس فوتبول رونالدو كمان بيختار أفضل هدفه مشواره الكروي وبيقول السبب قال رونالدو أنه أفضل هدف لي طبعاً كان بالنسبة له يعني أعرى لحضركم بعض التصفحات الموجودة فيه سؤاله أفضل هدف لي والسبب إيه هو قال طبعاً أنه ليه جريدة فرانس فوتبول كلام كتير من ضمنها أنه الهدف الرائع اللي سجله كان في الشباك نادي الحالي وفنتوس في دوري الأبطال لما كان بيأخذي القميس الريال مدريد والهدف ده زي ما حضركم عارفين كان في الشباك بوفون وكان خلفية مزدودة بوفون يكشف أسباب عودته إلى اليوانتوس وموعد اعتزاله قال طبعاً جان لويجي بوفون الحارسة الإطالية العملاق والأسطورة الإطالية قال أنه في الوقت الحالي بيشعر أنه في حالة بدنية وعقلية جيدة تجعله أنه يشعر بأنه لاعب مهم مرة أخرى ولم يفكر فيه المستقبل حتى الآن لكنه يشعر براحة البال على أنه قادر على تقييم حالته وعندما يشعر بأنه لن يتمكن من اللعب كما هو بالطريقة اللي هو عايزها يعني هيذهب إلى نادي ويخبرهم أن كل شيء قد انتهى سبب عائلي يمنع ميسي من العودة إلى الدوري الأرجنتيني ليونال ميسي طبعاً نجم بشرونة قال أن يرغب فيه انهاء مسؤولة القروية في نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني لكن مع مرور الوقت قد يبدو اللعب بس متؤكداً مما إذا كان حلمه يمكن أن يتحقق بسبب المسؤوليات العائلة العائلية المتزايدة من جديد من يكشف عن مدار بينه وبين صلاح عقب وقاية بيرنلي من يوضع ما يوروش حاجة عن صلاح بقى الفترة اللي جاية دي صلاح 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 على طول يعني بصد يواني كانتكلم وقال عن الحوار اللي دار بينه وبين زميله محمد صلاح فيه مبراد بيرنلي في دياء 85 كلاب عمل تغيير بصحب مانين من الملعب ودافع بالمهاجم البلجيكي أوريجي بدلاً منه وهنا سيطرت حالة من الغضب الشديد على ماني عقب استبداله وقام بدخول فيه مشادة مع مدربه الألماني فيما حاول أثلاثي روبيرتو فرميني وجيمس ميلنر وجو جوميس تهدئة اللعب على مقاعد البودا لأكد السنغالي في الآخر طبعاً أنا أعتقد أن كل شيء ممكن الحدود في كرة القدم أنه بيشعر ساعات من قليل من الإحباط الآن لأنك ترغب في تسجيل مزيد من الأهداف في كرة القدم ويكرر من جديد أن هذا ممكن الحدوث لأنه لم يراني في الملعب وأنا محمط نوعاً ما لكننا أنهينا هذا الموقف تماماً وصدقتنا على ما يرام أندية الليجة تحتاج على تأجيل الكلاسيكو عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الأسباني في كرة القدم اجتماع طريقة مع ممثل الأندية على رأسها قطبة الكرة الأسبانية ريامريدو بشرونة لمناقشة بعض اللوائع خاصة بالاتحاد التي تنظم العلاقة مع الأندية طبعاً كلاسيكو تأجل اليوم 18 ديسمبر نظراً للأحداث في كتالونيا مع قلفريق بشرونة وتساعدت الإحتاجات والتطورات في الإقليم مما يجعل احتمالية إقامة مباراة الدور الأول من الدوري في الإقليم شيء بمستحيلة في ظل تساعد الإحتاجات وتوتر الأحداث سيميوني يحدد سبر قوة المنافسة في الدوريا الأسباني قال ديجو سيميوني أن اللي يجا أضافة تعزيزات دفاعية جيدة لفرقها وهذا يجعل المساقة أقوى شيئاً فشأنه في الوقت ذا تؤكد أن الأرقام هي من تتحدث عن نفسها يا توريا افتح النور على مسؤول الفيفا بسبب العنصرية في الملاعب وطبعاً قال قال إن الفيفا يعني لا يهتم بالعنصرية في ملاعب كروت القدم وذلك بعد صحيحات القرد التي استذافت لعبي منتخب إنجلترا في مباراتهم ضد بلغاريا في تصفيات كاس عشرين عشرين ده بالنسبة ليه يا توريا طيب ده الخبر بتاع سيميوني زي ما بقول لحضراتكم من سبب قوة المنافسة زي ما أنا قلت تاني إن اللي يجا أضافة تعزيزات دفاعية جيدة لفرقها وهذا يجعل المسابقة أقوى شيئاً فشأن في الوقت ذا تأكد أن الأرقام هي من تتحدث عن نفسها وقلنا خبر يا توريا يعني غروح للخبر اللي بعدي علشان قلنا خبر يا توريا هو بيحارب العنصرية اللي موجودة نروح لخبر هاريكين إن منشستر يونيتد لا يفكر فيه هاريكين في الوقت الحالي يعني أنا ما تفعش أبداً في الرأي ده علشان خاطر لو منشستر عنده فرصة في التعاقد مع هاريكين أعتقد أنه هيجري على طول المصابة طوالع على نابلي تلقى كانوا عن شرات المدير الفني ضربة مجاعب بعد تأقل إصابة لعب الفريق بالرباط السليبي كيفن مالكويت مما يعني غيابه ستة شهور على الأقل من تدريبات الفريق إيكاردي ينفجر في الملاعب من جديد ويختارك مثلس مثلس الأم سي أن مهاجم الأرجنطين مورو إيكاردي يتقلق في ملاعب كوروط القدم بعد انتقاله من انتر لباريس سان جرمان وإيكاردي يتقلق فيه القمة أمام مرسية فيه القائل اللي جمعنا بينهم اللي خلص بفوز باريس سان جرمان بأربع داف مقابل لشي داني ألفز يوضع سبب خلافه مع نيمار قال طبعا داني ألفز لبرنامج جراندي سيركولو التلفزيون البرازيلي قال عن تحدث عن عديد من الأمور على رأسها زميله في الصفور في منتخب السامة نيماردي سيلفا وقال طبعا من السحب بشارة القادة المنتخب من نيمار قبل انطلاق البطولة كوبا أمريكا ومنها المخضرم داني ألفز إيقاف ريبري بعد تعديع العكب المساعد رسميا عقب النجم الفرنسي المخضرم فرنك ريبري لأفريق فورنتينا الإيطالي بيلقاف ثلاث مبارات وغرامة عشرين ألف يورو بعدما في لقاء لاتسيو دفع حكم المساعد وهنا الناس ما بتهزرش في قرارته خلاصنا مع حضركم الأخبار العالمية لوقت جي وقت فقرت مبارات الأسبوع مبارات الأسبوع هي مبارات منشستر ينايتد وباين ميونيخ في نهائي دوري أعطاء الأوروبة 90 والأكيد كل بيتذكر ويفتكرها في المباراة اللي باين تقدم فيها في أول دقايق المباراة بهدف مقابل لشيء بيعود سولتشير المدير الفني الحالي مع تيدي شارينجهام لعبة منشستر ينايتد بحراز هدفين في آخر دقايق من عمر المباراة وبيقلبوا تأخر فريق منشستر من الهزيمة إلى المكسب في واحدة من أروع المباريات واحدة من أحسن اللقاءات اللي فيها سوسبنس في تاريخ كورة الخدم تعالوا نرجع ونسترجع ذكريات سنة 99 في نهاية دوري الأبطال ما بين بارني ميونيخ بالعيبة والنجوم اللي موجودين وأيضا منشستر ينايتد في اللعيبة والنجوم اللي كانوا موجودين ونفتكر ونستمتع بالأهداف تعالوا نشوف فعاليات وأهداف وأحداث المباراة ونرجع نكمل معكم خليكم معنا مباراة الأسبوع مباراة الأسبوع مباراة الأسبوع مباراة في دوري الهواء تم إحراص فيها الثلاث أهداف كلهم أحلى من بعض علشان كده اخترناها لحضراتكم إنها يكون مباراة الأسبوع فظل إنها موجودة في دوري زي الدوريات اللي بكون زي الهواء ونحجش بتبعها بشكل جبير لكن دايما بنختار اللعبة الحالة بنختار الأهداف الممائزة ونختار اللقاءات اللي دايما بتشد الجمهور هنا في ويرد سبورس تعالوا نشوف مباراة الأسبوع وثلاث أهداف الثلاث أحلى من بعض ونرجع نكلابنا بما حضراتكم خليكم عادي اشتركوا في القناة الفرص المدارة في كرة القدم بتكون غريبة في بعض الأوقات ساعات بتكون سهلة لكن ساعات بتكون غريبة شفنا منها حاجات كتيرة جدا في السنين الماضية لكن الفرص اللي بتضيع معنا الأسبوع ده أعتقد أنها سهلة جدا 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 وغريبة وكوميديا نشوف إزاي ممكن لعب يهدر فرصة سهلة جدا في مباراة بعد مزميل وعمل موجود كبير جدا جدا فيها نشوف إزاي تعالوا نتابع ونرجع لأيكم انقاذ الأسبوع فيديوهين عن أعردهم لحضراتكم كل واحد بينقص فريقه أو بينقص بابا بهدف بشكل مختلف كالعاد أنا سيب لكم الاختيار وتحكموا مين فيهم اللي يعني هستحقوا لن يكون إنقاذ الأسبوع تعالوا نشوف ونحكم ونرجع نكمل معكم بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل مختلف كل حالة بنعرض لحضراتكم مهارات متنوعة ومهارات مختلفة وده الوقت اللي جي فيه على شأن نعرض لحضراتكم بعض المهارات في كرة القدم والكرة العالمية في كل مكان دوريات عالمية هو صلاة حتى في الشارع أو في ريستايلر تعالوا نشوف بعض المهارات ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معا طيب ده كان الهالوين في فاريس ساندورمان مع أمفافي دلوقتي جي وقتنا مع يعني هو فيديو غريب جدا وفيديو كوميدي جدا ولكن الحكم ده هو كان حقيقي كان في مباراة ولما انتهت المباراة كان متحمس جدا جدا ممكن نقول عليه متحكم قامدي ممكن نقول عليه حكم متحمس ممكن نقول عليه حكم فرفوش لكن هو حكم لما حضراتكم تشوفوا يعني أعتقد أن حركوا مش دعوة تمسوكوا يعني نفسوكم من الضحك عشان هو فعلا حكم دمه خفيف جدا 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 كان بيحتفل بعد نهاية المباراة بشكل مبالغ فيه تعالوا نشوف الحكم المتحمس ونرجع نكمل ما حضراتكم يعني أنا مش عارف هو بيحتفل بنهاية المباراة ومشور له سعيد ليه كده أنا مش عارف وبعدين هو بسم الله ما شاء الله الجسمه والبنيان الجسر يعامل قوي جدا جدا فاضح أنه ما حدش كان يضر أبدا يزعره في الملعب يعني عشان كده أقول لكم هو حكم متحمس جدا أو عنده ضمير في شغله وفرحان أن المطش خلص طيب الموقف اللي جاية أو الفيديو اللي جاية أنا مش عارف أحكيه لحضراتكم فاحنا لازم نشوفه علشان نتابعه وموقف كوميدي طبعا يعني في أحدى يعني المباريات على مستوى الأصدقاء كان فيه تعليق من من أحد الجماهيري اللي موجود من خارج الملعب اللي متقمص دور المزيع لكن يا ترى إيه اللي حصل وليه نتحك تعالوا نشوف الموقف ونرجع على كامل مع حضراتكم يعني ده مخفيف الصراحة يعني لازم نعرضها لحضراتكم علشان تشوفه لحد اتعرض لموقف زي لها تعملوا إيه لكن يعني أي حاجة صوروها وبعطوا لنا هنعرضها على طول يعني أي حاجة ممكن يكون فيها شيء من الكوميديا داخل جروة القدم والحاجة المقبول بيها ليه لا أمان أخداش طيب يعني اللي جاي والفيديو اللي جاي هو فيديو فيه دورة الشباب واحد من اللعيبة بيتمتع بالبنيان القوي يا طارع عمل ايه تعالوا نشوف ليه بقول عليها يتمتع بالبنيان القوي لكن في الآخر الحكم بيحسم الأمور بصالح على الفريق المنافس تعالوا نشوف ونرجع نكمل معه أبعدكم تدريبات حراس المرنة بيكون دايما صعبة وفيها دايما أسليب جديدة ومختلفة لكن واحدا من ضمن الأسليب الجديدة إنك زي لو بتلعب على أرض تيكون فيها بعض المطبات أو بعض الطوب تقدر تتعامل مع تغيير اتجاه الكور دا كان ضمن أحدث الأسليب اللي موجودة في حراس المرنة وتدريباتهم تعالوا نشوف أحدا من يعني أمتع أو أحدث الأسليب اللي موجودة في تدريبات حراس المرنة بتقنية جديدة حضراتكم نشوفوها علشان ما أحرقهاش لكم تعالوا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم عايز أعرض لحضراتكم فيديو الفيديو ده يعني عايز كل واحد يتفرج يتوقع ميم من أصدقائه أو ميم من صحابه ممكن يبقى في نفس الموقف إيه هو الموقف يعني مرمى خالي تماما من أي شيء ويعني قرب القورة من المرمى لا يتعدل يعني الخمشار سنتي لكن يا ترى هل هينجح أنه يحرز الهدف ولا لأ تعالوا نشوف بس ما ننساش كل واحد يتفرج يعمل تاج أو منشن أو يكلم صاحب يقول له أنا شوفت أن موقف أنت ممكن تعمل زي تعالوا نشوف ونرجع نكمل أو نرجع نختم مع حضرتكم الحلقة والله معادنا يوم الاثنين القادم في نفس المعاد الساعة تسعة ونص على قناة الأهلي وويلد سبورتز خلصنا مع حضرتكم لكن لسه فقرات وبرامج قناة الأهلي مستمرة بعد إن شاء الله هيكون برنامج ملك وكتابة علشان تستمتعوا بأراء البشفاند سعادية القيع والأستاذ الرهيب المنيسي مشاهدة ممتعة ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته